أي وعيزين بالمدى بالمسيح سبني ورماني آه ياما بنتشوفي حالة هذه الدكتورة بالنوة ده ناس مخطوبين مثلا متجوزين واحد يتجوز وسبب مراته وعياله وهلا براح في حالة تانية ميش سابه رمان اتنين مخطوبين اصحاب بويفرند وجليفرند لسه او ما تخطبه بصة لقي بنت مثلا يعني تصوره على الواب بتاعها تكلم معها والضمبم يعني دوله مع السلام يخش في كتاب اللي قاعد على الكرب قاعد على الرصيف بيعايت وصوت لبنت بتاع سبيته فأصعب لو كان مخطوبين وراجل اهله قصروا عليه يقوله سيب خطيبتك كأنه مش راجل يعني يروح جاه فجأة رميها وسيب قبل الفرح مثلا بشوية يسيب تقعد البنت تعبانة سنة اكتر عاوز تتحرم العاملة اللي عملها ومن نتائج عملته وهو لو كانوا عامل حاجة جروح اللي جات لها فدي صارخة بتقول يعني سبني ورمان رمان زي ما يكون حتة تاع كده رمان فيش اي مسئولية الناس دولا لو تأثير واحد كان متجاوز قبل كده عاوز يتجاوز تاني عدى في خطوبة وتعب بعدها وازاي كل دولا ممكن يتحررهم من تأثير الحاجات الغلط اللي حصل في الزواج واحد راجل متجاوز مثلا واحدة الواحدة ديت يعني للأسف كانت يعني مش هممشي غلط وكانت يعني الفاكرة الحالة دي كان بتاخد بيدوها دوة كان عندها القروم تحت عبان فكانوا بيدوها دوة معين كنت تزون وحيزة كده خلها رغبتها تزيد قوي كان بتمشي مع كذا راجل فقط واحد فكيم رفهم وخجوزها وإزاي ده طبعا واسابها وخد تصريح الجواز لكن اتجاوز تاني مراته السكريات بتقول قاعد طول ليه مش نايم ده بعد ما تجوز وخلاص وحياته تصلحت ازاي الأولانية كان بتعمل فيه حصل فيه كده طبعا بسيط دي مريضة مريضة روحيا مريضة نفسيا مريضة في أي حاجة انت جوز تخص تاني مش قادر يطلع من تأثير اللي حصل فيه في الجوزة الأولانية مش قادر يغفر مش قادر يطلع بداه طبعا هذا ده ممكن يتحرر من تأثير عقصة بيه طبعا ممكن يتحرر يعني الغفران المفتاح هنا انه هو يغفر للسد الغفران وقدر اللي قدامي الست دي ضعيفة روحية وبتاخد أدوية معينة مثلا يعني بتخالي رغبتها بتزيد ألاقي عذر أعذر اللي قدامي أولد غلبانة أنا خلاص هي انت مش هلت تعمى وهي مريضة خلاص قد انت روحت لحد تاني لكن عدم المكفرة وعدم تقدير صعوبة الموقف نشتغل فيه مش قادر مراته الجديدة بتشتكي طول ليه مش نهاية عمال يفكر عمال يفكر عمال يفكر في مراته الأولانية في الأولانية اللي سابق خلاص وازاي ده حصل ده أنا بقوليكي مسأل لتأثير العلاقات السابقة علينا الواحد يعني يطلع منها أو ممكن عمال منها ممكن يتحرر منها برضو عن طريق المسيح إن حرركم الأمن وتعرفون الحق والحق يحرركم بس لازم حد يعرفه الكلام ده ويساعد يمسي بيدي الناس دولا أيوة ستركاونسين يعني ويطلعهم بربنا باللي هم مويدين فيه قطعا في حد أيوة عميزين بتمدى بك المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر